وعدت شركة أبل بإصلاح مشكلة تجمد شاشة أحدث هواتفها الذكية آيفون 10 وذلك بعد ظهور عدة تقارير متفرقة تحدثت عن ظهور مشكلة غريبة في الأجهزة تؤثر على شاشة الهاتف الجديد من نوع أوليد عند تعرضه للتقص البارد أو في درجات الحرارة القريبة من التجمد وردت الشركة بشكل مبدئي بأنها على اطلاع على المشكلة وتعمل على إصلاحها وأشار أحد مستخدمي الهاتف إلى أنه قد لاحظ أن شاشة هاتف آيفون 10 تصبح غير قابلة للاستجابة بشكل كبير بمجرد خروجه من المنزل حيث يستغرق الهاتف عدة ثواني عند الخروج من مكان داخلي إلى مكان خارجي ذو هواء بارد مما يجعل شاشة الهاتف تتوقف عند الاستجابة وتتجمد ويحاول المستخدم التمرير بواسطة إصبعه على الشاشة إلا أنها لا تستجيب وأوضح العديد من المستخدمين بأنهم يعانون من هذه المشكلة حيث اضطر أحد المستخدمين أثناء انتظار الحافلة في درجة حرارة تبلغ سالب أربعة فهرنهايت إلى إدخال رمز المرور أربع مرات بسبب تجمد شاشة الهاتف ولأن ميزة التعرف على الواجه لم تستجيب واقترح أحد المستخدمين حلا يمكنه إصلاح المشكلة يتمثل بقفل ثم فتح شاشة الهاتف وأكد آخرون أن الحل فعال مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن هذه المشكلة متعلقة بالبرمجيات وليست العتاد الصلب للهاتف أو شاشة العرض ووفقا لتعليمات الاستعمال الخاصة بشركة أبل فقد تم تصميم هاتف آيفون 10 للعمل بشكل طبيعي في درجات حرارة ما بين 32 درجة إلى 95 درجة فهرنهايت أو بين صفر درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية وقالت شركة أبل من جانبها نحن على علم بالحالات التي أصبحت فيها شاشة آيفون 10 غير قابلة للاستجابة لللمس بشكل مؤقت بعد تغيير سريع في الجو والتحول إلى بيئة باردة بحيث سوف تعود شاشة إلى العمل والاستجابة بالكامل مرة أخرى بعد مرور عدة ثواني وسوف نعمل على حل هذه المشكلة ضمن تحديث برمجي قادم وتأتي أحدث مشاكل هواتف آيفون 10 بعد مرور يوم واحد فقط على إصدار الشركة تحديث برمجي جديد لنظامها التشغلي iOS 11 لإصلاح خلل واسع لطاق منع المستخدمين من القدرة على كتابة الحرف I كما طرحت شركة جوجل بعض الإصلاحات التي وعدت بها في أواخر الشهر الماضي بعد تقارير تفصيلية عن مشكلة في شاشات هواتف Pixel 2 XL